السلام عليكم مشاهدين الكرام نلتقيكم وبرنامج الكاظمية المقدسة بين الآثار والأخبار يتضمن هذا البرنامج سلسلة حلقات تحمل فيها عبق الكاظمية المقدسة ونقف في حلقتنا هذه على موضوع لم يتم طرحه مسبقا وندر في الأسماع قرعه لنجمع مختلف الأدلة والوثائق التي تتحدث عن سور مدينة الكاظمية المقدسة ذلك السور القديم الذي أحيط ببلدة الكاظمية قديما وما بين مؤيد ومعارض لوجوده ولكل أدلة ثم نقارن أيها أقرب إلى الحقيقة ليكون في البدء الحديث عن تاريخ تلك البلدة العريقة طبعا مدينة الكاظمية أقيمت على قطعة من الأرض كانت هذه القطعة هي ضمن أرض فاصلة بين امبراطوريتين هي الامبراطورية الآشورية بالشمال والامبراطورية الكيشية في الجنوب دائما كانت تحصل معارك بين الامبراطوريتين فاتخذوا من هذه المنطقة مقبرة لقتل الحروب واختاروا بالذات المنطقة التي أقيمت عليها مدينة الكاظمية الحالية لماذا؟ لأنها منطقة مرتفعة بعض الشيء عن الأراضي المحيطة بها وحتى عندنا بالكاظمية محلة تسمى محلة التل وحاليا أي واحد لو يروح للجانب الشرقي من المدينة اللي هي محلة الدبخانة رح يشوف انحدار الأراضي من المدينة نحو شارع المحيط القديم مما يدل على أن هذه المنطقة مرتفعة بعض الشيء عن الأراضي المحيطة بها فاتخذت مقبرة وسميت بمقبرة الشوينزي وبعدين سميت بمقبرة باب التبن لما أبو جعفر المنصور بنى مدينة بغداد سنة 145 هجرية بعد خمس سنوات من تأسيس بغداد توفى ابن الأكبر جعفر فدفن في هذه المنطقة أي في مقبرة الشوينزي أو باب التبن وبعدها قام أي قريشي يتوفى في بغداد يدفن في هذا المكان فسميت بمقبرة قريش أو مقابر قريش ولما استشهد الإمام موسى من جعفر عليه السلام سنة 183 هجرية وحفيدة الجواز سنة 220 هجرية عليه وعلى جده السلام دفنوا في هذه الأرض فاتخذت هذه الأرض بعد دفن إمامة قدسية معينة ودائما محبين آل البيت يحبون أن يلوذون بقبور أئمتهم ولا يطيب لهم العيش إلا بجوارها فبدت البيوت تنشأ حول القبرين الشريفين سكن هذه المنطقة عشيرة البوموحي الطائية اللي سكنوا المنطقة الشرقية اللي هي محلة الدبخانة حتى طرف من أطراف هذه المحلة تسمى بإسمهم ولا تزال هو طرف البحية نسبة لعشيرة البوموحي وبعدين بدت البيوت تنتشر حوالين المدينة إلى أن أصبحت مدينة كاملة بأهلها وبسكانها وببيوتها لو أمعنا النظر جليا في الموقع الجغرافي لمدينة الكاظمية المقدسة لمقابر قريش يوم ذاك من حيث قربها من نهر دجلة وجودة تربتها ومجاورتها للقرى والأرياف والمزارع الوارفة الضلال لخرجنا بترجيح يشبه الاعتقاد بكون السكنة في هذه المنطقة قديمة قدم الماء والخضراء ولكن يبقى السؤال قائما هل تم بناء أسور لتلك البلد أم لا لا يخفى على المتتبعين للحقل التاريخي ما لشواخص الأسوار بحجمها وأبوابها وأبراجها من أهمية تعطي من الدلالات والإشارات لتلك المدن التي تحيط بها ومن بين تلك المدن التي نتحدث عن شاخص عمراني مهم بها وأعني بها مدينة الكاظمية وأعني من بين تلك الشواخص هو سورها الذي أحاط بها طبعا لهذا السور عبر التاريخ صورتين الصورة الأولى هو السور حول المشهد المقدس الكاظمي زاده الله شرفا والسور الذي هو حول البلدة طبعا الأهمية والدلالات تكمن في نقاط عديدة على نحو الإيجاز توفر الأمن والأمان وبالتالي هي عامل استقرار اقتصادي واجتماعي تدلل الأسوار على أهمية هذه البلدة من الناحية الاجتماعية والتاريخية والدينية وهذان الأمران يكمنان في مدينة الكاظمية المقدسة ذلك لأنها تضم روحي لرسول الله صلى الله عليه وآله الإمام موسى بن جعفر والإمام محمد الجوان عليهما السلام موضوع السور أثار خلاف بين الكتاب والمؤلفين هل أجدادنا بالكاظمية أنشأوا سور حول المدينة أم لا؟ البعض قال نعم يوجد سور السند الأساسي كان هو أن عندنا منطقة بالكاظمية اسمها باب الدروازة فقال مدام أكو منطقة اسمها باب الدروازة إذن هذا أكو باب هنا وإذا أكو باب يعني أكو سور وإذا أكو سور استنتاجات بدأوا يبنون على هذه التسمية وإذا أكو سور يعني هذا السور أحاط بالمدينة من كل جوانبها الحقيقة أنا عندي رأي خلاف هذا الرأي أنا برأيي أنه أجدادنا مبنوا سور حول المدينة أما ما يتعلق في مسألة السور من حيث النفي والإثبات رأي خاص أقول أننا أمام نصوص تأريخية دللت من قريب ومن بعيد أفصحت وصرحت على وجود هذا السور وقد ذكرنا من بين تلك الشواهد التأريخية نصوص لتأريخ معتبر منها الرحالة ياقوت الحموي في معجم البلدان وكذلك صاحب مختصر تأريخ بغداد ومن الكتب المعاصرة مشهد الكاظمين للدكتور مصطفى جواد وكذلك صاحب كتاب تاريخ الإمامين الشيخ جعفر النقدي وكذلك المرحوم المحقق الكبير الشيخ محمد حسن آل ياسين في كتابه تاريخ المشهد الكاظمي طبعا وتواصلا مع هذا التشكيل من المصادر التأريخية المعتبرة التي دللت على وجود هذا السور بنصوص أفصحت وصرحت بذلك كنت قد جمعت هذا كله في كتاب بعنوان سور الكاظمية بعد حضاري وعمق تأريخي استعرضت به كل المديات والمجالات التي دللت على وجود هذا السور في هذا الكتاب الصغير يتوضح لدينا أن منشأ الاختلاف ما بين مؤيد لوجود السور وبين معارض وناف لوجوده هو استنتاج متأخر لمائة عام لتاريخ حديث ينفي وجود السور بسبب اندثاره وما بين نصوص لتاريخ قديم لمئات السور تؤكد وجود السور حول المدينة يقول السيد محسن الأمين في جريدة الشعار إن العصر العباسي قد انطوى وبلدة المشهد الكاظمي يوم ذاك محلة عامرة فيها خلق كثير ذات سور مفردة يستشهد بوصف ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان وياقوت الحموي كان فيما بين سنة خمسمائة وأربعة وسبعين وسنة ستمائة وستة وعشرين للهجرة أي ما بين ألف ومئة وثمانين وسبعون للميلاد وألف ومئتان وتسع وعشرون للميلاد فيما يتعلق في السور حول البلدة وما هي ماهياته ووجوده وأولياته هناك مجموعة من النصوص نقف عليها قد ذكرها المؤرخ الإسلامي عبر التأريخ أول هذه النصوص هو ما يشير إليه ياقوت الحموي في معجم البلدان في معجمه البلداني يذكر ياقوت عندما يتحدث عن مقابر قريش يقول إنها محلة عامرة بعد أن يسوق بها قبر الإمام موسى بن جعفر ونسبه الشريف عليه السلام يقول إنها محلة عامرة ذات سور مفردة محلة وذات سور مفردة يعلق المؤرخ الكبير الدكتور مصطفى جواب على هذا النص بالقول أراد بالمفردة إنها غير متصلة بمحلة أخرى يعني يشير إلى استقلالية المدينة وفي نص آخر يذكره أيضاً ياقوت عندما يتعرض إلى هذا السور يقول عن باب التبن أو مقبرة قريش يقول مقبرة مشهورة ومحلة فيها خلق كثير وعليها سور بين الحربية ومقبرة أحمد بن حنبل والحريم الطاهري هناك آراء أخرى أقوى تشير إلى وجود سور لمدينة الكاظمية المقدسة لأن المشهد الكاظمي المقدس قد أحيط بعدد من السكان الموالين والمحبين والذين وجدوا البركة في تجارتهم والرزق الوافر في أموالهم مما أدى من تحولها من كونها مقبرة لقريش إلى مدينة عامرة فظهرت الأهمية لوجود سور لها آنذاك يحيطها فلنقف على بعض الوثائق هناك رحلة أخرى اللي هو الرحالة أبو طالب اللي عام 1214 شجرية 1799 ذكر على مسألة أنه السور من بعد ما يتكلم عن مدينة الكاظمية وعن المشهد الكاظمي يقول ويحيط بها سور من الرحس ويقصد بالرحس هنا هو الطين الذي يجعل بعضه على بعض فيبنى به يعني أشار بوضوح إلى وجود هذا السور وهو مبني وكامل عدنا إضافة إلى أنه الرحالة والرسام والمستشرق الفرنسي باسكال كوست عام 1257 هجرية 1841 هو رحالة ومستشرق فرنسي رسم صورة للمشهد الكاظمي يظهر فيها السور بوضوح عدنا الرسام الفرنسي أوجين فلندان هذا هو كان مرافق لباسكال عام 1257 1841 زار الكاظمية ورسم صورة للمشهد الكاظمي وفي الصورة يتضح السور بصورة جلية واضحة إضافة إذن رحالة بريطاني ألس عام 1880-1297 قام برسم بعض معالم مدينة الكاظمية ومنها تحديداً السور وإلا أن يذكر السور بصورة واضحة ولكن ذكر أبواب فالأبواب لا تكون إلا إذا وجود سور إلها وإن كان يقول بأنه السور موجد تاني ولكن هناك باب وعندنا في مدينة الكاظمية معروفة أنه هناك باب الدروازة والباب لا تكون إلا أنه إلهسور عدنا باب آخر يتكلمون به كبار السن أنه كان موجود في طرف الإنباريين وقبل مدة تقريباً في 60 أو 70 سنة أنه غدم هذه الباب هناك عدنا رسام يعني إيراني عام 1216 هجرية 1801 إلى صورة مرسومة ويتضح فيها السور بوضوح عدنا لوحة للرسام أودلان ماكسويل عام 1338 1919 يعني يبين بالصورة بوضوح مسألة السور هناك أيضاً نص آخر ينقله ابن الساعي في كتاب مختصر بغداد عن صلاح الدين ابن أيبك عندما يقف على مدينة بغداد يقول هي سبع محلات يعني كانت بالتقسيم الجغرافي سبعة محلات عندما يقف على ذكر المحلات يذكر أيهما المسورة يعني ذات السور وأيهما غير المسورة فمن ضمن المحلات التي يذكرها ابن الساعي البغدادي نقلاً عن صلاح الدين ابن أيبك مثلاً يقول محلة باب السلطان بعد محلة الكرخ محلة الرصافة إلى أن يقف على مشهد موسى بن جعفر ويعده من المحلات يقول مسورة الدكتور مصطفى جواد رحمة الله عليه يذهب على هذا النص يقول ويبدو من هذا في كتابه مشهد الكاظمين يقول يبدو أن الكاظمية كانت لها سور وله أبواب وله نظام في الدخول والخروج أنا برأيي أن أهل الكاظمية لما جوا سكنوا حوالين القبرين الشريفين جوا لحماية القبرين فاهتموا ببناء سور للصحن سور الصحن كان سور ضخم يشبه أسوار المدينة وانتشروا حوالين هذا السور من الخارج لحمايته فشافوا بعد ماكوا داعي يبنون سور آخر على شنو يبنوها في دائيين جايين دا يحمون حظرة فليش يبنون سور قد يبدو هذا التفسير يعني غريب على المنطق المادي للأمور أنه شنو ناس يضحون بنفسهم وبأموالهم في سبيل مثلا مقابر هذا هو طبيعة محبئة للبيت هو طبيعتهم هذه بمعركة كربلا من نزل عابس مرض أحد ينازل رمى سيفة ورمى درعة قالوا لجنية يا عابس قالهم نعم حب الحسين جنني فأهل الكابمية أيضا حبوا الإمامين ملك روحهم فما بنوسور لحماية نفسهم وأموالهم فأنا برأي برأي أقول في النهاية هنيئا إلك يا باب الحوائج بمثل هؤلاء المحبين وهنيئا لهؤلاء المحبين بأئمة مثلكم يا سيدي وجد أن هناك سورين الأول سور كبير يحيط بالمدينة المقدسة والثاني هو سور يحيط بالحرم الطاهر للإمامين الكاظمين عليهم الصلاة والسلام ولكل دلائل وصور وتاريخ مثبت الحديث الذي تحدثنا به هو عن السور الخارجي لمدينة الكاظمية ولجسة السور الداخلي اللي تابع للصحن الشريف اللي أنه صار عليه إعمار من قبل الميرزة فرهاد الدولة عن طريق الأخوين الاسترابادي عبدالهادي وعبدالمهدي عام 1870 تقريبا وسبعين نحن نتكلم عن السور الخارجي والذي ذكره كل الرحالة وكل المستشرقين والرسامين معظمهم اللي ذكرناهم والذي هناك أدلة بالصور والرسومات إضافة لأنه الحديث عن خط التراموي اللي كان يمر من ساحة الشهداء حاليا المعروفة أو في طريق موسى الكاظم إلى مدينة الكاظمية هو كان يمر بمحاذاة هذا السور وحسب ما موجود في الصور والتوثيقات الموجودة متحة باشا أقام خط التراموي بين بغداد والكاظمية منطقة جعيفر ببغداد والكاظمية هو عبارة عن سكة حديد عليها يمشي عربة جرها خيول اسمه القاري منطقته كانت الانطلاقة من منطقة يمسوق الاسترابادي نهاية السوق الاسترابادي كان خط السكة يجتاز الشارع اللي حاليا هو يسموه سوق الهرج يجتاز سوق الهرج وبعدين ساحة العروبة وبعدين شارع العسكريين ثم منطقة ساحة الزهراء اللي نسميها بالكابمية الشوصة وينطلق على شارع الإمام موسى الكابم باتجاه الجعيفر ما جاء ذكر أن هذه السكة من أي باب تطلع من السور وعودا للحديث أكثر فيما يتعلق بسور البلدة هذا فلقد كان مما يبدو أن هذا السور في هذه الفترة كان محكما في بنائه قويا أمام ما يعتريه من طار الزمن مما قد تسببه أحداث الطبيعة حيث صمد وبقي جراء الغرق الذي أصاب بغداد وهو غرق شديد ترك آثارا من الخراب وموتا في العباد كان سنة 725 هجرية هناك نص يذكره ابن الأثير تحت عنوان فتنة بغداد يقول قصدوا باب المشهد الأعداء الذين هجموا على مشهد الإمامين مشهد باب التبن فأغلق بابه فنقبوا في سوره التعبير وتهددوا البواب فخافهم وفتح الباب فدخلوا ونهبوا إلى آخر ما عاثوا في هذا المشهد اللي همنا هذه العبارة يقول ونهبوا ما في الترب والدور وأدركهم الليل فعادوا لم يكن المشهد في سنة 367 الذي بناه أرض الدولة البويهي يحيط فقط بالمشهد وإنما هناك ترب والترب المقصود بها كل قبر فوقه قبة بعد والدور يعني يبدو أن هناك دور لساكنين في هذا المشهد إلا أن البلدة كانت صغيرة جداً عندما نقرأها يغلب عليها المشهد لا البلدة لكن هي بلدة مسكونة من قبل الناس بعدين لو نجي للشواهد التاريخية ما جاء ذكر لسور الكاظمية بكل المعارك اللي صارت طبعاً الكاظمية تعرضت لهجمات هجمات عديدة من كرب بغداد طائفية بعضها ولأغراض النهب والسلب لبعض الآخر ما جاء ذكر لسور الكاظمية إنما جاء ذكر لسور الصحن أن الغزاة جوية وعلى سور الصحن وقدروا ينفذون من سور الصحن ما يكن ذكر لسور المدينة هذا يدل على أنه ما يكن سور هسألوا نشوف سور مدينة النجف مثلاً وسور مدينة كربلا سور مدينة النجف ذكر في الحملات الوهابية سنة 1801 لما الوهابين هجموا على مدينة النجف أبناء النجف كانوا يقاومون من أعلى السور كربلا أيضاً العثمانيين من كانوا يشنون هجمات على المدينة كان ذكر لسور كربلا ثورة الزعفراني في كربلا تحصن بسور كربلا إذن سور المدينة يكون إلى ذكر بأحداث المدينة سور الكاظمية لا يوجد ذكر بأي أحداث ما يتعلق في تلاشي هذا السور وإنهدامه هناك مجموعة من الأسباب وحدة من هذه الأسباب هو تعرض هذا السور إلى الهجمات مرة الحروب التي جرت بين الحكومات المنسحبة والحكومات الداخلة بعد رغبة الحكومات التي جاءت على بغداد أن تجعل منها محلة واحدة دعت تلك الحكومات إلى عدم الاعتناء في تشهيد هذا السور الأمر الآخر أن هذا السور كان يحد البلدة الصغيرة لكن ما بعد ذلك قد توسعت وكبرت فحتى لا يكون السور عامل حدودي لها يبدو أنه تهدم أو هناك من ساهم في هدمه لكي تأخذ مدينة الكاظمية النطاق الأوسع والمجال الأكبر لعله هذه الأسباب هي التي دعت إلى تلاشي هذا السور وهناك نصوص تدلل على ذلك بقي أن نشير إلى نقطة مهمة أيضا أخرى هذا البحث إنما قام على مجموعة من النصوص التاريخية التي دللت على وجود هذا السور بالوقت الذي لعله هناك من يذهب إلى خلاف هذه الآراء نستنتج مشاهدين الكرام من خلال كلمات الباحثين والوثاق التي عرضت بأن هناك سور قديم قد بني منذ مئات السنين كان يحيط حول مدينة الكاظمية المقدسة وقد اندثر ولم يعاد بناءه أو ترميمه ليس إهمالا واستهان بالمدينة المقدسة بل بسبب توسع العمران وتطوره وانتفاء الحاجة إلى بناء الأسوار ولا ننسى أن السور قد وضعه وبني من أجل حماية المدينة فكيف والإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه هو الحماية لكل بغداد لحديث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إذ قال إن الله نجى بغداد لمكان قبر أبي فيها وفي حديث آخر إن الله نجى بغداد لمكان قبر موسى أبي الحسن فيها عليه الصلاة والسلام بهذا نستودعكم الله حتى نلتقيكم مع حلقة جديدة من برنامج الكاظمية المقدسة بين الآثار والأخبار وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته